أو الإسفرار سؤال للدكتور محمد إيه مشكلة التساوص اللي الناس كلها بتشتكي منها دي وإيه هو أصلا التساوص ده التساوص الدكتور عالي عبارة عن يعني له ثلاث أسباب أول حاجة وجود بكتيريا في البق تاني حاجة وجود فضلات أكل تالت حاجة وجود سنة لشان يحصل لها تساوص إحنا بنحاول نحن نبعد أو إلمنيت أو نشيل حاجة منهم بواي الأكل بنشيلها بفرشة الأسنان البكتيريا بنستخدم مضمضة الأسنان أنتسيبتك بحيث أنها تموتلي البكتيريا اللي بتعمل التساوص يبقى تعريف التساوص هو عبارة عن انفكشن بكتيريا بتسببلي تساوص في الأسنان ده تعريف الأسنان طيب إزاي نبعد عنه زي مقلت حياتك بنشيل حاجة منهم طب استخدام الفرشة كل يوم هل ده ممكن يبعدني عن التساوص لا فيه أسباب تانية شكل السنان ترتبها كل دي حاجات ممكن تخلي الواحد يجيله تساوص وحتى لو هو بيستخدم فرشة الأسنان وإذا نرجع بقى للنقطة اللي كان بيقول عليها دكتور أحمد إن إحنا محتاجين لازم نروح لدكتور الأسنان ريجلر لي بصفة مستمرة بحيث أن إحنا لو فيه تساوص صغير لسه بدء بنشيله على طول ممكن بس إضافة تغييرها دكتور فضل هو حضرتك تسويس السنين هو عبارة عن عملية تكسير للسنة تكسير السنة ده ناشع عن إيه؟ فضلاتك بتتحلل بتبدأ تطلع أحماض الأحماض دي هي اللي بتقوم بعملية تكسير السنة بتبدأ السنة تفقد أجزاء منها يبدأ العيان يحس بمشكلة لأن مع مرور الوقت كل ما السنة بتبدأ تتكسر كل ما بيبدأ الألم بيوصل من عصب السنة كل ما بيبدأ رد فعل العيان يزيد كل ما بيبدأ يحس بالألم وده دورنا إن إحنا جاييني النهاردة عشان نرشد الناس الكيفية المحافظة على أسنانهم وإزاي الطرق السليمة وإزاي أبدأ أتحرك وأتحرك بسرعة وما سيبش نفسي إن أنا أوصل لمرحلة الألم عشان نروح لدكتور الأسنان